احمد الله وبركاته. اشعر ونقل. السلام عليكم. احمد الله وبركاته. افتاح المصاحف. افتاح المصاحف على صورة سب. افتاح المصاحف على صورة سب. سأكتبها عشان. يهم انك عفم كرم بحب العافظة. يا يهم انك عفم كرم بحب العافظة. اللهم نصني وسلم مبارك عليك يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا 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 يا رب ان شاء الله انا اكرق من سورة سبح رب العلو وابين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعذب عن مذكال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل عليك من ربك هو الحق ويهدي إلى سراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبوكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً بي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخصف بهم الأرض أو نسكت عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الكتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذكه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وتماثيل وجفان كالجواب وكدور الراسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين الكرة التي بارقنا فيها كرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ كل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ووالفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم معاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا الكرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استقبروا يقول الذين استضعفوا للذين استقبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استقبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استقبروا بل مكروا الليل والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تكربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تكربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فويخلفه هو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد أباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقالوا الذين كفروا للحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من شار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أجر فولكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد كل إن ربي يكذف بالحق علام الغيوب كل إن ربي يكذف بالحق علام الغيوب كل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد كل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن هتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويكذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون 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 كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لحظة وترفت عين يا الله اللهم إنك عفو سيدنا محمد في كل لحظة وترفت عين يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم كل من استمع إلي يا رب وشاهد نصل حالهم وبالهم اللهم اصلحا لهم وهصلحا لهم وبارك فاهم يا رب العالمين واهدهم واهدي بهم يا رب العالمين اللهم اهدني واهدي بي يا رب العالمين إلى الخيرات والخيرات كلها يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك اللهم في ما أعطيت اللهم صل وشلم وبارك على سيدنا محمد سجلوا على القناة على طوح إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك لأنني أحب أن أسمع الكرآن اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثير اللهم أنك عب نكرم تحب العفا فعفانا يا رب العالمي اللهم أنك عب نكرم تحب العفا فعفانا يا رب العالمي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله إن شاء الله حالا نكرا سورة فاتح بإذن الله السلام عليكم